معنا خبر دلوقتي مشاهدين أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 573 سياح الأسكندرية بورسعيد بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة وبعد قيامه من محطة طنط طريق خط طنط الزقذيق بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أي إصابات وعلى الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقذيق بتجاوز 30 دقيقة وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقذيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد وتم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القطبان وإعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنط وصنط على خط طنط صنط زفت الزقذيق وتعتذر الهيئة للسادة مستقل القطار عن تأخير الناتج عن هذا الحدث العارض هذا وقد تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجل العربتين من تشكيل القطار ترجمة نانسي قنقر